اشتعلت سيئون احتجاجا ووصلت حالة الاحتقان الى اعلى مستوياتها عقب تدهور اقتصادي طال العملة المحلية تردت معه اوضاع المواطنين المعيشية بشكل واضح وبطريقة متسارعة منذ ما يقترب من اسبوع والمدينة تصحو على واقع عصيان مدني يشل الحركة التجارية في اسواقها واغلاق تام للمرافق العامة والخاصة بسبب ارتفاع الاسعار وارتفاع اسعار العملة الاجنبية ونجد كل من يتربص وراء هذه الاحداث عليها ان يخاف الله في هذا المواطن المسكين الذي لا يزيد رتبه اغلب الموظفين الدولة لا يزيد رتبهم عن 50 الف ريال وبالناسبة غلى الاسعار لا تساوي شيء يعني الواحد اللي عنده اسرة لا يقدر ان يوفر لهم حتى اقوت يومهم من هذا الراتب وقع افرز حركة شبابية اطلقت على نفسها شباب الغضب بسيئون رفعوا شعارات منددة لتدهور الحالة الاقتصادية ومطالبين الحكومة والتحالف بايجاد معالجات عاجلة مطالب وصل صداها الى حيث السلطة المحلية ليعلن الوكيل الكثري تعليق اعمال سلطته اسبوعا كاملا قال انه يأتي تضامنا مع مطالب المحتجين المشروعة بالاضافة الى رفع مذكرة عاجلة للحكومة والتحالف تتضمن ذات المطالب مع الحاح بايجاد حلول موجة الغضب الشعبي تتوسع دائرتها يوما عن اخر تصحبها لقاءات بمشائخ وعقال الاحياء ومرجعيات القبائل ومندب التحالف تؤكد جلها على الحفاظ على سلمية الاحتجاجات وتحذيرات من انزلاقها الى مربع العنف فيما مركز المحافظة ممثلا بالمحافظ البحسني يعلن انه سيضطر الى توقيف تصدير النفط من حضر موت في حال لم تستجب الحكومة لمطالب المواطنين عبدالله مؤمن يمن شباب سيئون ترجمة نانسي قنقر